نبدأ بحسة بترتيب اليوم بمبارات الأهلي وفاركو وأول ما نبتدي ونتكلم على الأهلي هنربطه بالزمالك وبعدين نتكلم تفصلاً على الأهلي الأهلي حالة الزعل من جماهيره في المباراتين الأخيرتين لما نيجي نختصر المشاكل هنقول في مشكلة في التسجيل في مشكلة في الشق الهجومي في النادي الأهلي في مشكلة في ترجمة الشغل الفني والشغل اللي بيعمله كل شق الهجومي اللي بيشغله مارسل كولر عليه في التدريبات وترجمته إلى أهدف خليني قبل ما نروح للبورت يجاهزون لنا الجرافك بتاع الأرقام بتاع أرقام النادي الأهلي الهجومية وفي بعض النقاط هنقارنه بالزمالك هنقارن ليه رغم تصدر الأهلي للدوري بفارق نقطتين على الزمالك دي أرقام الأهلي الهجومية في الدوري الأهلي سجل 16 جول 16 جول ده مخليها في المركز الثاني بعد الزمالك ب17 جول يعني الدينة قريبة جداً كأرقام الأهدف المتوقعة للأهلي هو الأعلى في الدوري بفارق كبير جداً عام المركز الثاني يعني الأهدف المتوقعة أشرحها الأهدف المتوقعة يعني الفرص اللي نسبة التسجيل منها كبيرة يعني المفروض الأهلي اللي مسجل 16 جول كان يجيب 29 جول ده الطبيعي لما أكون بأتكلم عن نادي الأهلي متصدر الدوري أو لما نروح للزمالك هنعرف بقى الترجمة بتبقى عاملة إزاي والمشكلة فيهم في الزمالك والمقارنة من الرقمين عاملة إزاي فالرقم ده دق التحويل الأهداف أو الكونفرجن ريت الأهداف المتوقعة تسجل منها قد إيه؟ فهنلاقي إنه مهاجمين للنادي الأهلي سجلوا بنسبة 56% يعني الأهلي بيضيع نص الفرص اللي بيتجيلوا في كل المباراة نروح للبعده الرقام اللي بعدها أعلى لاعب النادي الأهلي استغلالة للفرص هنلاقي مسجل هدف واحد اللي هو أحسن الشحات اللي بعديه برضو هدف واحد هدف واحد من كاما كريم من 0.64 يعني 64 من 100 يعني فرصة ما كانتش المفترض تسجل قوي يعني هو كل الفرص اللي جات له جات له فرصة واحدة ونسبة أو احتمالية الدخولها مش كبيرة اللي بعديها شاد حسين جاله فرصة وحيدة وربع تقريبا 1.18 سجل منها هدف أحمد عبدالقادر سجل هدفين من أقل من فرصتين محققتين للتسجيل الدول أفضل اللاعيبة في النادي الأهلي اللي حولت الفرص المحققة لأهداف نروح للبعض وحسين الشحات رقم واحد وحسين الشحات رقم واحد طبعا مفاجئة طيب من هو أسوأ لاعب في النادي الأهلي استغلالة للفرص؟ أفشة محمد مجدي أفشة لم يسجل حتى الآن من تقريبا ثلاثة لأربع فرص محققة خلال الدقايق اللي خدها محمد مجدي أفشة معنا في رقم تاني مميز لأفشة لكن هنا الرقم سيء جدا أن يجيلك أربع فرص محققة ولا تستطيع التسجيل في أي منها اللي بعده برضو رقم صادر جدا صناعة الفرص مين أفضل لعيبة صناعة الفرص؟ وهربط لك ده بالرقم اللي بعده علي معلول هو أفضل من صنع فرص محققة للنادي الأهلي حتى الآن في الدورة الظهير الأيصر للنادي الأهلي هو الأفضل في الصناعة ده رقم واحد منطق اللي بعده محمد مجدي أفشة ده رقم المميز راجل في الـ position بتاعه صنع 18 فرصة فيه تمام مباراة ولم يشترك فيه معظمهم بشكل أساسي كريم فؤاد اللي بعده 8 وأحمد عبدالقادر 8 في المركز الثالث وقف هنا قبل ما نروح للبعده مركز الرابع يا بقى أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر بتتساوي 8 أو 8 بتتساوي فيش برونوسا بيو هنا لأ برونوسا بيو صنع 6 بعديهم بس احنا كتفينا بالأربعة الأوائل ماشي بصها كريم الأعلى صناعاتا للأهداف بقى خلي بالك فيه صنع فرص وصنع أهداف مين الأعلى صناعاتا للأهداف في النادي الأهلي علي معلول 3 أهداف محمد مجدي أفشا 3 أهداف روح للبعده لو معانا لو معانا طيب خلاص خلينا دي قبل نروح للزمالك فلما يكون علي معلول صنع 20 فرصة محققة للتسجيل تسجل منهم 3 محمد مجدي صنع 18 فرصة للتسجيل تسجل منهم 3 3 من 20 هل هذه هي أرقام الخط الأمامي للنادي الأهلي علامة استفهم مش عندي عند مرس الكولر حتى اللحظة اللي كلمتك عليها يا كريم في نفس المكان ده وإحنا في فترة كاس العالم وقلت لك صداع في رأس مرس الكولر مركز المهاجم الأرقام اللي أنا بقولها دي دي ترجمة إن الراجل عمل كل اللي مفروض يتعامل عشان يستع النادي الأهلي هو الأكثر صناعاتا للفرص المحققة في الدوري بلا جدال وبعيد قوي عن اللي وراه لكن الترجمة وتحويل هذه الفرص لأهداف أزمة كبيرة وصداع عنده عند جمهير النادي الأهلي